موسيقى السلام عليكم اخوتي واشارككم لباس بخير بوجينا نتكلمو على المباراة التعليم سورته لأمورك يخرج زعفان وابتانك على وسمه امين قويري انا نشوف غري يخرج مران هادية المستوى التعليم في فرنسا اصلا فرنسا نتكلمو في هذا الموضوع نتكلمو على بن طالب وقيتون اللي لعبوا اليوم ضد بعضهم نتكلمو على فارس شايبي وحسام عوار مدخلشقاء نهائيا اليوم رامي الزروقي تكلمت لكم عليها الصباح خطت لكم باللي مكان مليح ممكن الموارا المدرب يقدم اداءة مليحها سواء مع المتاخب سواء مع الناديتاو في دوري أبطال أوروبا دقيقة ما دخلوش ضد وسمهم ضد اطليتيك مادريد كل موارا طاحل وزروقين اللي اليوم ما قدمش مباراة كبيرة نتكلمو اللولانية على هارين في زوج خرجه في الشوطة الثاني شوفوا خوتي بانطالب خرج في الشوطة الثانية تقريبا نقولوا مبكرا في دقيقة 56 وقيتون خرج ديرك في دقيقة 46 يعني غير قولوا يعني في شب بين الشوطين تبدل قيتون قيتون الاداءة اليوم كان ما تقدرش تحكم على الاداءة اليوم أصلا ما لقبوش قاع من جهته يعني اللعب ما كانش قاع من جهته كان على الجهة اليوسارة ما كانش قاع الجهة اليوم اللي شوف المباراة ما عندك ما تحكم عليه يعني اللعب ما متوشاش بزاف كورات ما ما كانش اللعب من جهته هادي هي خسروا وسمهم ماتس ضد وسمهم ليلا دوازيرو بنطالب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللعب قاع يمشي عليها يعني يتلقاوها يعني يقدم هجوميا يقدم دفاعيا يوزع اللعب يستلم كورات يضغط لاعب يعني الحمد لله ما شاء الله وربي يحفظه إن شاء الله وخرج الدكم قولكم يعني خرج أنا هدية أخرج تساعدنا بزاف ونقولكم على تساعدنا بزاف لأن لابلكم أنا في الفترة هدية عدية سنظر يبدأوا المباراة وكذا هذي فترة اللاعبين يخافوا على الإصابات لأن سورته خلينا من أوروبيين سورته باريزوب اللي راح يلعبوا كاس أمم إفريقية يخافت لابلك بلغ جيك إصابة بعيد شر أي لاعب ما رانيش نقول على التاوع ما ولا أي لاعب ولا جيه إصابة ولا هم خلاص صراحة له لاكوب دافريق يعني عامين هو يسنى فيها ونصره يتبكي ونصره يتحلل فعش جي تلعب لاكوب دافريق ومدى بهم اللاعبين يعرمي يتمنوا يكون عاسمهم في القائمة كان يرمي جبدو كما قلوه من قلبهم ويديروا المستحيل باش يوصلوا يجدبوا انتباس جمال بالماري باش يحط في القائمة بعد يجيك لابنتها يتلقى باريزوب وسموه بدنيا بنطالب راهو رائع جدا راهو يقدموا السوايات مليحة ما شاء الله راه كيزا سوا في المتخب سوا في النادي تاعو للخروج تاعو انه المدرب يعني شاف انه ماتس ما راهو مش يقدموا ما حبش يعني حبي يغير الخطة كي خرج بنطالب غير الخطة مشي باريزوب هذا هو مباراة مليحة نبيل بنطالب شعوط الأول مليحة وخرج في شعوط الثاني نتكلموا عليه من نبدأوا نبدأوا على اي طرح فرانكفورد اللي خسروا اليوم او زبون خسروا الضواء كانوا شايبي دخل في الشعوط الثاني مباشرة كانوا خسرين عن زيرو المدرب شاب اللي شايبي لازم يدخل دخلوا ما لا بليش اعليش انا حطوا في الدكة دخلوا في الشعوط الثاني زادوا ماركة ولهم بعد شايبي ما تحسبت لهش تماريرا حاسيمة انا يعني درت اللقطة في الانستجرام كان اللي قال لك كيفاش هو مساهمة تعتبره مساهمة في الهدف يعني يساهم في الهدف هذاك لماذا ما حسبوهاش تماريرا حاسيمة لأن شايبي مررها لهذاك وهذاك كيفاش تيراها مشي تيراها باشي ماركي مد عرضية يعني الكورة ما كانتش رايحة ايتيجاها المرمى الحارس كي حل رجلو خطت فيه رجلو ودخلت هذي حسبوها حسبوها للحارس مش يمين فاللي تيراها ومحسبوها لهش هادف يعني حسبوها للحارس انه هو السجل ضد مرمى ما نعرف الحارس ولا اللاعب ليمور الحارس من ضمن الحارس حسبوها له حارس ضد مرمى يعني على هذي شايبي دائما يمتعنا دائما انا راكوا تشوفوا المباراة اللي فات ترغم الفارقة عمر ومالي حد هي المباراة اللي فات تخسروا ضواءة واليوم زادوا خسروا ضواءة والهدف اللي ماركي هو فرانكفورت ساوع فاللي فات مد تمريرا حاسيمة وتحسبت له وتعليوما مد تمريرا ما تحسبت لهش ولكن كما قلوه هو اللي يراه مساهم في هذ الهدف هدايا كان اللي يسكسوني على معوش هذك اللي مصري هذك كان اللي قال لك اللاعب رائع لحيانا في المنتخب المصري عليش ما يلعبش خوطي هو اللاعب رائع ويسجل من دك يراطي من دك يراطي الصون في دي ومن دك يسجل لك اهداف اللي لا تكوش قاعد السنة فيها يعني لاعب رائع بيكون صراحة واش عندك؟ ها حابين متكلم ف هذ النقطة واش عندك هذا عنده؟ عنده من آآه آآ 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 une ONY عنده الآنائية الآنائية تعمشي بتسجيل الاهداف كي تقولي تسجيل الاهداف اي واحد يكون عما من النظر ما يكون آآ ماني نو من دك المرتدات وتكلمت عنه اه واحد ديختر في الإنسي جرام على فاآ فوسم وعلى اللح ما تاذا تشوف انت هربة كون تراطاك هوا حاكم البالون أنه قد سهرب ملهي هاجه على هو وحده ويشر الوابع تبعته وقعد يجري بها ويجري يجري 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 حتى نحوه له فكرني بياسين براهيمي الذي قتله المرتدة هذو ما دايماً مش يملاع داعيبين عندك مرتدة ما يطلق مندك ما يطلقش بالون كي تكون عنده بالون ما يطلقش أناني يقلقني أنا في هذين يقلقني أما في ليبي بتي سجل لعبة رائع جداً صافي بليزي اللوسمو أنجول اللوسمو القويلين بعد أن ندخله في عموراني أنتاني كواحد قل يكتبها ما عجبتانيش بيكون صراحة كتب زم عمورك يخرج زعثان وقدا ومنها قل لك هاي ليك اللاعبين المحليين هذي عقليات اللاعبين المحليين راني جايد نجاوب على الأخ هذا يا مليح 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 خسروا زوج زيرو رين اليوم واسموا هذك كريستوفا فول هذك فول ولا فول ويه كريستوفا فول هذك اللولانية جاب لهم بيناكي هو اللي تسبب في ضرب الجازع مارساي ماركا والهدف اللي هو الفيرف شوطي الأول والثاني هو اللي تسبب في الهدف الثاني لأن بعد ما خرج ببيطها قا حمرة ديراكت مارساي إذا سجلت الهدف غدان مثل الفرصة سجلت الهدف تاحها الرين بكل صراحة يا أخوطيب الرين يعني عمي قويري تكون في مدرسة ليون ولعب في ليون وبعدها راح الوسبو راح النيس وبعد من النيس راح الرين ووين ما يروح يقدم آداءة مريحة في ليون كان مقدم آداءة مريحة الرين بلعب وقت أكثر الرين بلعب موسم مراعع جدا موسم مراعع جدا وبعدها راح الرين كان مقدم آداءة مريحة جدا اللي سجل الواقع اللي فات والله ما لابد ليش سجل سبعتاش ولا سبعتاش ولا سبعتاش هذا فماراني ناسي ربعتاش سبعتاش هقدر بين هادو ما كان يعني هداف النادي تاعه وكان هداف يعني في المراتف في الدور الفرنسي تشوفوا انتم مارين بكل صراحة يا أخوطي مستوى تعقويري لعب من طيراز فريد من نوعه يعني قويري مراهوش رعص حربه رعص حربه اللي ينتظر الكوراوي ماركي وقويري مراهوش كما قولوا جانح قويري تقريبا يلعب كما قولوا مر رعص حربه يلعب كما قولوا جاناحه يعني عنده تقنيات عنده فنية يعني لعب رائع مهاري كما قولوا يسترجع قوارات يعمل لده قيرة وغيري مضعرضيتي مد لزاسة السيتيري يعني اللاعب مش اللي ينتظر الكوراوي يسجل الاهداف عنده مستوى انتم من ناله ما يريحش يعني سبعتوا الدور الفرنسي هذا دور الفرنسي تدور في ايه هم بعد تهرب اللاعبين الكبار قاع هربوا يعني اللاعبين الكبار اللاعبين جاء اللي خرجوهم فرنسا قاع هربوا اللي اللي يلقى الفرصة كيفاش يخرج خرج كاي اللي اعطاه اللهم ما كاي اللي اعطاه اللهم كاي اللي اعطاه اللهم جاء هربوا هربوا ما ما تريحش على كطول ديجاب فرصة نتمنى عندهم المستوى تاو باش تطور ما تقدرش تطور معارين هكذا يعني توقيتها ثم ماهوه يعملوا ٢٢٠ سنه. ماهو سيزيد يكمل معهم؟ ٢٨٢ سنة وقتها لكي يعطيها الضوري الأنجليزي الممتاز أو يعطيها لأوثمو يقدر تكتب تخلج عليه الطاليان وعندوا استيل الطاليان وعندوا استيل اللعبه يرح إلى الأنبية شوية أو دوري واحد أخر دوري سريعast يليق له الدور الإنجليزي الممتاز الثاني يتيح في فرنسا لا تطورش فرنسا هي كما يقوله منتج فرنسا هي لا تصنع لاعبين تصنع لاعبين كم تتطور لاعب يدخلهم في الباطولة تقلي بهم في الباطولة ويتخرجوا يروحوا إلى الأنبية الكبيرة فقال دور 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 في فرنسا تبع عليكم مال أنا مدى بي يا قويري يكمل هذه الموسمة يشوف المناجر تعوي يتكلم معه ويعطيها يخرج من فرنسا أنا هذا هو الرأي تاعي وعطيولي رأيكم في تعليقات نجول للوسمه عمورة عمورة مسكين يا أخوتي سجل هدف محزوب على كلها في دقيقة السبعة وشرين الرابط يا أخوتي اللي يدرتون ومحبش يمشي قلبت الدنيا عن رواقه عبطاءه الشنوى قلبت الدنيا يوم بعد بداي يمشي يعني طول قريب حتده زم يطوم باش يبداي بشي الرابط سجل الهدف الأولاني على طريقة عمورة عقيله كورة عالية وخليه يجري يقبضها يدخل حطها له في الزاوية البعيدة زاد هو ساهم في الهدف الثاني واسمه تعسن قولوص ساهم يعني هو مد عرضي يوم بعد يعني تمر يرام يفتاحية قدروا تقوله وزاد مارك الهدف الثالث يا أخوتي زاد مشي هو تسلل حسبه الزام يلو تسلل ومشكوك فيه بيكون صراحة مشكوك بالك قع مشي تسلل عمورة على بالكم شا رمي نحينه من هدف رمي نحينه وهذا العام رمي نحينه ستة خمسة ستة أهداف اللهم الله أعلم رمي سجل رمي سجل تسعة الله أعلم رمي سجل تسعة نور مرمو بالهدف تعليم منحينه ستة أهداف أو خمسة يعني هذه أوفيسيال واليوم ستة ستة أهداف منحينه وهذا الأهداف ما كانت تسلل ما هو ده المخالفة يحسبوا له باللي صاحب واللي مدلو العاساس وعمل مخالفة في استرجاع الكورة يمدها العمورة عمورة يمركي بيت شرعي ومبعد الحاكم يحسبوه يديروها في طابلون بدي عاودوا يرجعوا للبار بدي يقولوا له لا هي احتكاك عادي جدا ما عندوش مسكين زرلي وما زادوا يعني تقريبا كل مباراة كل مباراة ينحولوا بيت كل مباراة أنا نضم الزعف تقعوا في هدايا لأن عبكم شرم نحيله تقعبوا تشوفوا راح أكبر لي ما تسلوا الموال وماركيتي وما يحسبوهم ليس أنا نضم في هداك زعف نعاود أن أرد على الأخ اللي قال لي يا عمورة شوف يا أخوي العازيز انتاكي تقول عمورة هذه هي العقليات على الدور المحل نحن دائمين نحبو نعيرو رواحنا هذا ما كان بسك شفنا أقويرو مع بيب تقواردولا كي يخرجوا كيف يفشعل رشلو شفنا عدة لعيبين عالميين رونالدو شفنا عدة لعيبين محرز مع بيب تقواردولا خطراء يخرجوا ويزعف عليه شفنا في المنتخبات شفنا هادوا لاعيبين في أوروبا متكونين ودارسين وعالميين ويخرجوا ويزعفون نورمال تصار صارب ما تقوليش باللي الدوري يعني هذه هي عقليات على الدوري الجزائري على أقوير ولا لاعبين هادوا تكونوا في الدوري الجزائري تقي الله في نفسك هذه عقلية اللاعب زعف أنا نظن زعف كي ما يحسبوا لهوش الهدف أسك زعف باللي كي ما نقوله زعف من بالك يخرجوا المدرب حبي يزيد يكملوا لا العلم عند الله يعني المفروض أنه ما يزعف شنورمال عادي تصار تصار عادي جدا ولكن انت عموره رك على بالك كي ما نقوله رك متعلق هاو باريزامل ويزعف نهار ما خرجوا نهار ما جابهه جديد جديد في النادي التاع وخرجوا وبورتون لاعب خرجونه بحمرة لازم يدير تغيير المدرب خرج زره ويزعف وتشنف على المدرب وقدر تصار شبنا برح ما معه وسمه او برح ما علام الدوري الجزائري يا خير ومكونتاني كفيف في فرنوسا ويلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وزعف على جامل بالماضي يعني هذا أمر عادي جدا ولكن عموره انت ملاله أنه لأنه على بالك بالليل أنه أراك مقلق هادلية ما نرني شو فيك هادلية ما رك مقلق كما قلوا تعمل في صمت كونت تعمل في صمت شاكت مكينو ولو الطب ماركا بيت شاكت مكينو ولو الطب ماركا بيت زربو طميتم يطولي يبيتو وليه مقلق وليه تضرب ولو تضرب اللاعبين يضربوك بصفره خطره خرجك المدرب بتاعك قريب مدية حمرة رك شايف رك شف على بدي تمقلق انتهت لياه ما رك مقلق كادم يروحوك شويا كمّل ركّز على أهداف تاعتك. أنا فاشي أعجبني عمورا بقي شيء واحد أنه يحبي ماركي. كل ما يحبي ماركي. عمورا سيقول لك أنا مدبيا. من الذي تبدأ السيزن وحتى تدخل السيزن يماتش قعنا ماركي في يوم. الماركي هاتريك بيت زوج. المهم كل ما يحبي ماركي. عنده عقلية تحت سجيل لازم يسجل. هذه حاجة مني حول لكن كان يروحك واركز على التهديد. هذا وشي نقدر نقول لكم في هذا الفيديو خوتي. ما طوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات سلام